السلام عليكم ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من خلالها سأشارك معكم أفضل 5 تطبيقات أندرويد اخترتها لكم بعناية التطبيقات سوف تنال إجابكم خاصة الخامس لنتقل مباشرة لشرحهم بعد هذا الانترو أهلا وسهلا بكم من جديد ونبدأ بهذا التطبيق الأول وعبارة عن خدمة تخزين زحابي تتيح لك حفظ الملفات ومشاركتها والأصول إليها من أي مكان التطبيق يعطيك 10 جيجا كما تلاحظون يتوجهنا إلى الإعدادات كما تلاحظون الصف يعطيك 10 جيجا بوايس من ساحة يمكنك رفع عليها الملفات الكبيرة والفيديوهات وحتى التطبيقات يمكنك تخزين أي شيء الاحتفاظ به ما يميز التطبيق أصدقائي يمكنك فتح التطبيق في الحاسوب الخاص بك أو في هاتف آخر دون الحاجة لتحميل التطبيق مرة أخرى فقد يكفي أن تقوم بفتحه على متصفح جوجل كروم بنفس الحساب وسوف تجد كل محتوى الموجود في حسابك سوف يظهر على الحاسوب الخاص بك أو في هاتف آخر تطبيق أصدقائي صراحة رائع جدا يمكنك من رفع علي الملفات الكبيرة الحجم وهكذا سوف تحتفظ بمساحة هاتفك لأمور أخرى طريقة استخدام التطبيق فهي بسيطة جدا تقوم صديقي بالضفط على آد ثم سوف أعطيك هاتف أربع خيالات تقوم باختيار مثلا ملف أو ملف كبير أو التقاط صورة من التطبيق نفسي لكي يحتفظ بها مباشرة داخل التطبيق أو الوتائق فلسا بالمتال سوف أقوم باختيار الخيار الأول ثم سوف أقوم باختيار مثلا هذا الفيديو لكي أقوم بحفظه داخل هذا التطبيق ويمكنني الرجوع إليه وقت ما أريد كما تلاحظون تم رفع التطبيق أو الفيديو بنجاح يمكنني الآن أصدقائي أن أحتفظ به داخل هذا التطبيق ويمكنني لمشاهدة الفيديو داخل التطبيق أو في الحاسوب عن طريق فتح نفس الحساب أو في هاتف آخر تطبيق مفيد جدا لهواتف الأندرويد التي بها مساحة صغيرة التطبيق الثاني باندا فيديو وعبارة عن أداة مفيدة لتقليل حجم ملفات الفيديو دون فقدان الجودة كيف ذلك؟ التطبيق أصدقائي بسيط جدا كما تلاحظون هذه هي واجهته يمكنك صديقي التوجه إلى الآلبوم كما تلاحظ وسوف نقوم باختيار مثلا هذا الفيديو به 43 ميجا بايت كما تلاحظون فهذا سبب المثال سوف نقوم بالتجربة على هذا الفيديو نضغط على نيكست ثم نقوم مصدقائي الآجزاء باختيار الجودة حسب المكان الذي تريد رفع عليه الفيديو فلا سبب المثال تريد رفع أو إرسال الفيديو على الماسنجر تقوم باختيار الماسنجر أو مثلا على الإيميل تقوم باختيار إيميل كما نعلم مصدقائي إذا أردنا إرسال فيديو على الإيميل فلن نتمكن من ذلك لأن الفيديو سوف يكون كبير الحجم فسوف نقوم باختيار إيميل ومثلا سوف نقوم باختيار عن طريق الاختيار الخاص بنا كما تلاحظون هناك مجموعة من الخيارات سوف نقوم بتركه كما هو أصدقائي ثم نضغط الخيار كومبريس وكما تلاحظون أصدقائي في تواني معدودة سوف يقوم بتصغير حجم الفيديو ولكن سوف تبقى جودة الفيديو أصلية وهذا ما سوف نلاحظه أصدقائي عندما ينتهي التطبيق من تقليص حجم الفيديو الخاص به كما تلاحظون تم الانتهاء من تقليص حجم الفيديو لكن الآن سوف نقوم أصدقائي بالمقارنة بكمبار كما تلاحظون هذا الفيديو الذي تم تقليص الحجم الخاص به إلى 3 ميجا بايت وهذا الفيديو الأصلي أصدقائي العزاء سوف نقوم بالرجوع هذا الفيديو الأصلي به 43 ميجا بايت سوف نشاهد الفيديو الأصلي أولا كما تلاحظون الجودة والان سوف نشاهد اصدقاء العزة الفيديو الذي تم تقليص الحجم الخاص به شاهدوا معي اصدقاء العزة لا يوجد فرق باتاتا وكما تلاحظون اصدقائي هنا هذا الفيديو حجمه 3 ميجا بايت والحجم الاصلي للفيديو هو 43 ميجا بايت وهذا ما مكننا اصدقائي من الحصول على 40 ميجا بايت ذاكرة لهاتفنا لامور اخرى يمكنك عمل نفس الطريق على كل الفيديوهات الموجودة في هاتفك الكبيرة الحجم يمكنك الان اصدقائي ان تقوم بحدف الفيديو الاصلي وترك الفيديو الذي تم تصغير الحجم الخاص به دعونا اصدقائي نتوجه الى الواجهة الرئيسية الخاصة بالتطبيق وهناك يمكنك اختيار الفيديوهات الاخرى الكبيرة الحجم وتقليص الحجم الخاص بها وكل الفيديوهات التي قمت صديقي بتقليص الحجم الخاص به سوف تجدوها كاملة هنا يمكنك صديقي حفظ الفيديو الذي تم تقريسه لكي يبقى في ذاكرة الهاتف الخاص بك ثم تقوم بحذف الفيديو الأصلي الكبير الحجم التطبيق الثالث Notification Shortcut هو عبارة عن أداة مفيدة توتيح لك الوصول السريع للتطبيقات والإعادات المفضلة لديك مباشرة من شريط الإشعارات على هاتفك الأندرويد طريقة استخدام التطبيق أصدقائي فهي بسيطة جدا كل ما عليك صديقه أن تقوم بالدغط الأخيار Add Apps بعد ذلك تقوم باختيار التطبيقات التي تستخدم بكثرة سوف تظهر عزيزي المتابع في شريط الإشعارات هنا فعلى سبيل المثال سوف أقوم أصدقائي باختيار مثلا تطبيق جوجل كروم ثم أقوم بالدغط الأد أبس تو نوتيفيكيشن وكما تلاحظون أن أقومت باختيار فيسبوك انستغرام ماسينجر واتساب وكذلك جوجل كروم الآن سوف نقوم بتفعيل التطبيق عن طريق خيار Enable Notification وكما تلاحظون سوف تظهر على هذا الشكل بعد ذلك تقوم بتفعيل خيار Show Expand Icon كذلك Show Background Background Color يمكنك تغيير خلفية الشريط عزيزي المتابع والآن سوف تلاحظون أصدقائي هذه هي النتيجة يمكنك البرور بين تطبيقاتك المفضلة والتي تستخدم بكثرة بهذا الشكل كما تلاحظون أمامكم أصدقائي حتى تطبيق خرافي جدا سوف يمكنكم أصدقائي من الوصول إلى تطبيقاتكم المفضلة بسرعة فائقة التطبيق الرابع Instant Translate هو عبارة عن أداة قوية تساعدك على كسر حواجز اللغة بسهولة طريقة استخدام التطبيق أصدقائي فهي بسيطة جدا سوف نقوم بتجربة التطبيق على تطبيق صيني مئة بالمئة لا توجد به أي لغة من غير اللغة الصينية فكما تلاحظون مثلا تطبيق Billy Billy لا يوجد به خيار تغيير اللغة فقط التطبيق باللغة الصينية ولكن عن طريقة التطبيق أصدقائي تقوم باختيار اللغة الصينية على سبيل المثال هنا ثم نقوم أصدقائي بتحويلها من الصينية اللغة الإنجليزية أو مثلا إلى اللغة العربية ثم نقوم أصدقائي بتفعيل التطبيق عن طريقة الخيار ونقوم بتفعيله حتى يعطينا هذه الأيقونة الصغيرة الطائفة الآن سوف نقوم بتجربة التطبيق أصدقائي كل ما عليك صديقي لتقوم بترجمة أي شيء كما تلاحظون سوف تقوم بترجمته بشكل بسيط للغاية والسهل كما تلاحظون أصدقائي كذلك سوف نتوجه إلى إعدادات التطبيق فهي إعدادات أصدقائي باللغة الصينية فمثلا هنا يمكنك صديقي أن تقوم بترجمة أي شيء موجود في التطبيق كما تلاحظون بهذه الطريقة أمامكم حتى تتمكن من فهم التطبيق وآلية استخدامه وطريقة استخدامه كما تلاحظون كل شيء يمكنك ترجمة صديق المتابع فهذا التطبيق يمكنك من ترجمة التطبيقات التي لا تدعم اللغة العربية أو الإنجليزية أو حتى المواقع صديقي المتابعي مثلا تريد تصفح مقال في جوجل كروم مثلا وذلك المقال بلغة أجنبية لتفهمها فيمكنك استخدام التطبيق فهذا التطبيق أصدقائي يقوم بترجمة فورية على شاشة الهاتف الخاص بك عن طريق هذه الأيقونة الطائفة الصغيرة هل سبق لك أن أعطيت طفلك هاتفك لمشاهدة فيديو أو لعب لعبة وفجأة وجدت نفسك خارج التطبيق أو قامت طفلك بإجراء مكالمة غير مقصودة أو حتى حدث شيئا مهما فهنا يأتي دور هذا التطبيق الرائع عبارة عن أداة رائعة للأباء تهدف إلى توفير بيئة آمنة ومتحكم بها لأطفالهم عند استخدام الأجهزة الذكية فعند تحميل التطبيق تقوم بتفعيلهم خلال هذا الخيار وكما تلاحظ الصديقة سوف تعطيك هذه الأيقونة الطائفة لأن تقوم بتنزيل السلسر ثم تقوم بالنقر على بوز ثم تتوجه إلى اللعبة التي تريد أن تعطيها لولدك أو لطفلك أو مثلا لمشاهدة فيديو ثم بعد ذلك تقوم بتفعيل التطبيق وكما تلاحظ أينما نقرت الصديقة على الشاشة فلن تتفاعل معك كما تلاحظ وبعد الشكل يمكنك إعطاء لولدك لعب اللعبة المفضلة لديه أو مشاهدة الفيديو ومن خلال هذا الخيار يمكنك النقر صديقي نقرتين مطولتين ثم تقوم صديقة بإضافة كورد لقي تقوم بإلغاء تفعيل لهذه الميزة هذا الكورد صديقي يمكنك إضافته هنا من خلال سيتبين هذا الخيار يمكنك حماية التطبيق حتى لا يقوم بإلغاء تفعيله طفلك أثناء مشاهدة الفيديو أو أثناء اللعب